حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة ترد الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حيث تناول الاتصال التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد متحدث الرئيس أن الرئيسان أعرب خلال الاتصال عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث مع التجديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وأضاف المتحدث أن الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن